موسم تاريخي أكيد مش هيتنسى عبر تاريخ النادي الأهلي وأكيد الأجيال كلها هتتكلم عنه لأنه فعلا كان فيه عرقيل كتيرة جدا والحقيقة إحنا دايما متعودين على أنه الأهلي بيقدر يتحدى هذه الصعوب وبتغلب عليها وبيوصل في النهاية للي هو عايزه لكن النجاح ده ممكن أنتوا تابعتوا كلام كبير كتير قوي لأي من اللي فاتت النجاح ده لا كان عمره هيتحقق ولا الفرحة دي ولا البسمة دي حتى كانت هتترسم على شفاء أي أهلاوي من الكبير للصغير لولا طبعا توفيق من ربنا أول حاجة ثانيا الدعم والمجهود الجبار اللي بيبذله حاليا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كبتنا محمود الخطيب ما كناش الحقيقة فرحنا بالشكل ده وإن شاء الله فرحتنا الكبيرة تكون فرحتنا الأفريقية يوم 27 27 نوفمبر في نهاي دوري أبطال أفراقيا عايزة كمان حي مجلس إدارة النادي الأهلي بكامله النهاردة أنت بتتحمل صعاب كبيرة جدا علشان يفضل نصر الأهلي عالي زي ما بنقول علشان يفضل الفريق في حالة انتصارات دائمة وتتويج بشكل مستمر والحقيقة إن ودي الانتصارات مش بس في كرة القدم يمكن في كل الألعاب شفنا هنا فريق السلة بتاعنا عمل طيرة كل الحقيقة للألعاب يمكن هاي سمساعد سبقنا وبيتكلم دايما عن هذه الانتصارات بشكل مفصل أكتر لكن اللي عجبني بقى هنا أكتر إن الجماهير ما شاء الله عندنا هنا وعي كبير جدا واخد بالها من اللي بيعملوا مجلس الإدارة أو حتى كمان أجهزتنا السياسية أنا لسا بقولي كابتن هاني إن لولا قرار الدولة الحكيم ووقفتها بجانب الرياضة المصرية وكرة المصرية وإن هي تقدم هذا الدعم والمستندة في هذا التوقيت ما كناش لا كملنا الموسم بالشكل ده ولا كنا استمرين حتى إحنا دايما نقول إنه دا استثمار إنه دا عمل